اشتركوا في القناة ما خلف موجة غضب شعبية كبيرة لدى الجزائريين وينتظر ان يعلن وزير خلال الايام القليلة القادمة عن قائمة الاسماء المستوردي السيارات المتحصنين على الرخص الاولية والنهائية لتسريع في وطيرة الاستيراد والعمل على باحث مصانع السيارات من خلال اعادة النظر في الملفات المقدمة على مستوى الوزارة التي يبلغ عددها 18 ملف تنتظر الوافد الجديد على وزارة الصناعة محمد باشا تحديات كبيرة وعدة ملفات عالقة اهمها ملف السيارات الذي اسال الكثير من الحبر مؤخرا اضافة الى اعادة بعث الصناعة الميكانيكية وانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قصد دفع بالعجلة الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات وكذا الانقاذ عديد من المصانع العمومية من الافلاس وتسريح العمار كما اشار الوزير الى ان التحديات كبيرة ذات طابع تكنولوجي اقتصادي تجاري في العالم المتغير مضيفا ما عشناه اثبت لنا ان شعبنا والجزائر قادرة على رفع التحدي ولم الشمل ووضع كل الجهود في الطريق الصحيح وشدد المسؤول الجديد على قطاع الصناعة على ضرورة تكثيف من الجهود ووضعها في الايطار العقلاني والمخطط المبني على الاهداف قائلا نتمنى ان لا نخيب الامال ونكون في المستوى التطلع شعبنا موضحا ان التنويع الاقتصاد لا يكون الا بتنويع صناعتنا وجعلها تنافسية تعمل في مصلحة البلاد وتابع الوزير سنعمل على ان نكون مناخا ناقيا يخدم المستثمر والمؤسسة وكل انسان يعمل بصفة تتطابق مع القانون ولا غير كما شدد محمد باشا على ضرورة تقريص فاتورة الاستيراد على اساس تحكم في الانتاج وتفادي التبديل اخي المواطن ما رأيك في التطلعات الوزير الصناعة الجديد وهل سينجح في هذا القطاع وفي الاخير دمتم في رعاية الله وحفظه سلام